النهاردة الحكومة نفت طرح بنزين 87 بمحطات الوقود في بداية 2019 المركز الاعلام المجلس الوزراء برضو نفى ما تردد من شائعات ان في بنزين 87 هيبقى في يناير الجاي يعني شهر ده كلام تم نفيه تمام من خلال مركز الاعلام المجلس الوزراء وانه محددش اي قاعد لطرح هذا النوع من البنزين احنا معنا انفو جرافيا يا جماعة طيب الحكومة النهاردة وده كلام مهم جدا اعلنت من خلال مجلس المحافظين عارش التعامل بنظيمة محلية حول تطوير وتحسين الخدمات ومتابعة ملف التوكتوك انا مبسوط قوي ان الحكومة حطت مع المحافظين ملف اسمو التكاتك او التوكتوك لانه انا واحد من الناس اللي هجمت هذا الشيء منذ بداية مصر واعتبرته من ابرز ومظاهر علامات التخلف في مصر مش بس كده احد سفراء الجريمة في مصر التوكتوك احد مصادر الجهة في مصر هو يهدد امن المواطن يهدد المظهر الحضاري للبلد يهدد شوارعنا عمل فئة من البلطاجية ومن مرتكب الجريمة المحترفين ومن القصر اللي بيتسربوا من المدارس واشتغلوا في المهنة دي فدمر التعليم زود الجريمة بوز الاخلاق دمر الزوء الفني ليه؟ لانه هتلاحظوا حاجة انتشار التوكتوك ادى لانتشار اغاني المهرجانات التوكتوك كان السبيل والوحيد تقريبا والاول لانتشار اغاني المهرجانات اللي انا باعتبرها قنبلة فنية دمرت الجماليات والاخلاقيات والقيم الفنية في الشعب المصر انا النهاردة هقول لكم باختصار كده كان جريمة بسرعة بسبب التوكتوك في محافظات مصر النهاردة مثلا النيابة عمرت بتشريح جسد صيدالي قتل في مشاجرة مع سائقي توكتوك بستة اكتوبر ادي صيدالي شاب في منتهى ريعان شبابه زي الورد طلع عليه سوائن التكاتك اتلو